إيه السادات أقدم على خطوة سنة 77 ما كان أحد في العالم كله يتخيلها مش بس في مصر كانت زيارته للوتس ومسألة كامب ديفيد اللي حصل عليها جدل كبير ما زال قائم لحد دلوقتي لحد اللحظة دي لما بتيجي سريت كامب ديفيد مؤيد ومعارض ناس معجبة وناس مش طيقة نفسها الجدل ده ما انتهيش لحد وقتنا ده احكيلي يعني رد فائل الكلمة أنا بقيت خايفة عليه وكان في الإسماعيلية بابا اللي رحم وكان أهل الخطاب في مجلس الشعب وبعدين طلع على الإسماعيلية لأنه كان يحب يحب يروحي يحب يقعد في الإسماعيلية فكلمته قلت لي يا بابا إيه اللي حضرتك قلت طبعا طبعا قلت لي يا بابا إيه اللي حضرتك قلت يا بابا حضرتك هتروح إسرائيل قال لي أيها ركا يا بنتي يعني ننهي بقى عملية الحروب وننهي سفك الدماء وبعدين بالصراحة يا بنتي يعني القدس يعني عزيزة علينا وأنا والملك فيصل اتعاهدنا الله يرحمه أنه اللي يروح فينا القدس يصلي للتاني فأنا هروح أصلي للملك فيصل هناك وبعدين يا بنتي ننهي بقى عملية الحروب أبولادنا اللي بتموت في كل الحروب والأطفال اللي بيتيتموا فيعني ننهي بقى بعدين يعني السلام ده يا بنتي وهو ده اسم من أسماء الله الحسنى فده سلام أنا بعمل سلام ما بعملش حاجة غلط يا بنتي اتخذت قراري أن أحضر إليكم رغم كل المحاذير لكي أقول لكم مباشرة كلمة ولقد تحملت وأتحمل متطلبات المسؤولية التاريخية من أجل ذلك أعلنت من قبل ومنذ أعوام وبالتحديد في أربعة فبراير سنة ألف وتسعمية واحد وسبعين أنني مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل وبكل هذه الدوافع التي تفرضها مسؤولية القياس أعلنت في السادس عشر من أكتوبر تلاتة وسبعين وأمام مجلس الشعب المصري أعلنت الدعوة إلى مؤتمر دولي يتقرر فيه السلام العادل والدائم فتراغت له هذه المثينات فتأكد عمر من نبوءة الرسول عليه السلام وتسلم عمر مفاتيح المدينة وآخر دعوة لهم فل الحمد لله رب العالمين وكل عامل وأنتم بخير والسلام عليكم وكل عامل وأنتم بخير لحظة كثيرا في الأعلى